السلام عليكم ادراري مرحبا بكم في فضل فيديو تقييم الاسرف حاكيمي وايضا لزامة هيرس نقعت عليه وايضا احتافله باللعب المغربي بعيد من الاسرف حاكيمي اليوم بحيث وصلت 23 عام ان شاء الله طول العمار بالنسبة اللعب المغربي دياننا اللعب متواضع والكبير مهم الخوط نبدو بأول تعليق ومبعدتكم تقييمة اللعبين اخصا لعب اسرف حاكيمي اول واحد قال كان يمكن ان يلعب بشكل زيد في عيد ميلادي يعني كالادا المتواضع البريحة واحد خوط قال هاتسيد نصح حاكيمي بشي غادر الفارق ومشي الانجلترا بحيث قال حاكيمي اذهب الى انجلترا تضيع الوقت مع هذا النادي الهاوي يعني مكتستغلوش قدرت ديالو ومكعطوش لفرصة لازيما والحرية على متسوى المكان ديالو الايمن واحد خوط قال حاكيمي بصرف النظر على الجري السريع من الناحية الفنية الصفر يعني مبينوش على علو الكعب ديالو مباريحة بحيث كانوا غير كيجري حسب القول يلتسيد هذا هذا احتفل بالعيد ميلادي الاسرف حاكيم بحيث قال يعيش افضل ضاير ايمن في العالم بدون اهانة لبافارد يعني هنا بحل كلاسة اللاعب بافارد كان خرج بواحد صريح اللي نقلي لكم في القناة ستقلبوا على يتلقوا واحد خور قال ثلاثة عشرين عام فقط لقد اظهرنا الكثير من اشياء جميلة في البداية حتى اننا نسعر بخيبة امل الان ولكن هذا طبيعي يجب ان لا يفقيد صيفاته واحد خور قال لا نريد لبوتينو ان يظل مدربة نريد مدربة جديدا نريد زيدان وتعليق اخر قال باريس سن جرمان ليس لديه عمل جماعي مجموعة من النجوم لكنهم جميعا يقومون بالمراوغة والغوص يعني كيبقوا يطمعوا الكثير من الدراما ولكن بدون عمل جماعي وتقييمة اللاعبين حسب موقع ايس فوشبول كالتالي دوناروما سبع العشرة ماركينوس ثمانية كيمبابي خمسة مينديس ستا إدريس اقايي ستا فينالدوم ستا وديماريس باع بامبي ستا نايمار ستا وحاكيميتا وستا يعني اللاعبين كان متواضع الادة هذه المباريحة عيد ملا تساعد للنجم من المغربية ومشاء الله رجاء اقوى هذا ما كان اخوت تهلو جيدا